ازايكوا عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوسي اللهلوبة. يومنا النهاردة ندقو بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهاردة مع بعض صلاتة الدقوس الصلاة السعودي الشهيرة اللي تتقدم مع الكبسة السعودي. وتتقدم مع المندي وبتتقدم في أشهر المطاعم. هنعملها الطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. طبعا نعملتها قبل كده في فيديو الكبسة بتاعت اللحمة. لسه النهاردة عاملها بقى للأولاد الصغيرين أو بناتي الصغيرين اللي مش بيعرفوا يعملوها. هتتعمليها سهلة وبسيطة جدا جدا وطعمها الطحفة إن شاء الله يعجبكم. معاي هنا بقى مأكوناتنا معاي هنا نصف كيلو من الطماطم. طبعا الكمية اللي انت عايز تعمليها اعمليها أنا عامل هنا كمية صغيرة. وقطعت كمان هنا بقدونس. ممكن تحط لها شبط كمان بس أنا بحبها بالبقدونس أكتر. نصف رطت بقدونس كده صغيرة ونصف كيلو من الطماطم وكل ده معاي في الكبه بتاعتنا. ممكن كمان تعملها في الخلط لو انت ما عندكش الكبه تعملها في الخلط. بس أنا يعني فيه ناس بتعملها عصير أنا مش بحب بعملها عصير قوي. بعملها كده كده صغيرة. وهنا أهم حاجة عندنا بقى الفلفل هنا هي أساسها الفلفل الحامل السبايسي بس أنا شاء الفلفل اللي عندي حامل قوي. فأنا زودت فلفل رومي وقللت من الحامل وده اختياري لك يعني على حسب الطعم اللي انت بتحبيه حراء أو بارد. بس زود الفلفل زي ما أنا مزودة كده. وحوالي خمس ست فصوص من التوم. ومعاي كوزبارة جفة معلقة صغيرة من الكوزبارة الجفة. كل ده كده في الخلط ومعلقة صغيرة من الكمون. بس كده مش هنحط غير كده وهنحط كمان الملح بتاعنا علشان نزبط الحياء بتاعها. كل ده في الخلط. ومعاي كمان معلقة كده هاريسة شطة علشان نديها طعم واكتر واكتر ومن الفلفل. لاني اساسها تكون فيها فلفل بزيادة. حاطت كمان الملح. علشان نضبط الملح بتاعها. وعندي هنا لمونة عصير لمونة كبير أو لمونتين. على حسب زي ما انت عايز. طبعا الكمية عندي صغيرة هنا حاطت لمونة كبيرة عليهم. لو الكمية كبيرة زودة في اللمون مش مشكلة. كمية اللي انت عايز تعمليها عامليها. هعصر بقى اللمون كل ده في الخلاط. ممكن تعصر اللمون بعد ما انت ضربوهم في الخلاط أو في الكبة. بس انا قلت عشان كله يتضرب مع بعضه ويمتزج. فانا حاطيت كله مع بعضه في قلب الكبة. هحط لها كمان شوية من الخل. شوية صغيرين كده من الخل مع اللمونة. وهتاكل احلى صلة الدقوس. ممكن تدقيها في حياتي. جميلة جدا جدا. بتتقدم في اشهر المطاعم. واساسها بتتقدم مع الرز البسمتي أو الكبس السعودي أو المندي. على طول بتلاقي معاها صلطة الدقوس دي. ممكن تفروميها في ناس بتفرومها خالص. وبتعملها زي عصير كده. انا هفرومها آه بس هخليها برضو فيها قطع بسيطة خالص. يعني مش فرمة جملة. بس مجرد ما لايق المكونات بتاعت كلها اختلطت. ومفيش فيها حتة كبيرة. هقفل على كده. وزي ما انت شايفين. انا بقطع بس يعني. بشي اليد من على الكب بسرعة. وبديها تقطيع بس. يعني فيها كطع صغيرة اهي. في ناس بتعملها عصير خالص. لكن انا بخليها زي ما انت شايفينها تنزل اهي. فيها كطع من جوه. صلطة كده خيال. وطعمها حلو جدا في منتهى الجميع. فيديو سهل وبسيط. حبيت اعمله. علشان طبعا زي ما قلتلكم. اولادنا الصغيرين اللي بتعلموا. مع اني عملتها قبل كده. في كبسة اللحمة اللي عملتها. كنت عامل فيديو كبسة اللحمة. وعملت معايا صلطة الدقوس. بس حبيت اعملها فيديو لوحده مختصر. علشان اولاد وحباي والصغيرين اللي عايز يتعلمها. يتعلمها وبطريقة سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم بقى احطوا لايك للفيديو ده علشان يوصل الناس كتير. ولو انت لسه جديدة واول مرة زروا القناة. دوسها على كلمة اشتراك بالاحمر. تحت الفيديو فعل الجرس على كلمة الكل. كل ما نزل فيديو جديد يوصلك باشعار بإذن الله. أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.